اشتركوا في القناة طبعاً يا فرحة يقولك احنا كأسناد المشط وكده والإسلام سوا بين الناس يعني عايز يبين نفسه انه هو في أحسن صورة هل فعلاً الإسلام كده؟ لا الإسلام ما سواش بين الناس خالص مطلقاً حتى المسلمين فيما بعضهم برضو لم يسوا بينهم يعني القريشي غير مثلاً طبعاً هل ممكن إمام من السعودية يقوم؟ لا 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 ماينفعش لازم تقصد إمام من الأظهر مثلاً يروح للحج ويقوم؟ اه طبعاً طبعاً طبعنا نأخذ كده مثلاً نبتدي به الحلقة من الأمثلة اللي فيها تمييز عنصري ضد السود طبعاً يعني الله عنده الألوان دي الأسود ده مش حالوي يعني ما يحبهوش قوي يعني ما يحبش السود معي إنه هو لخالقه حاجة غريبة لا إله الإسلام هو مش هو لخالق ولا عالم يعني هو نفترض بين قصين إنه هو لخالق اه دعنا نشوف بيقول إيه في سورة قال عمران 106 بيقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فهنا يقول لك إن فيه يوم القيامة يعني فيه وجوه هتبقى بيضة وده ده رمز يعني الحلاوة والكده ويوم هتبقى إيه وجوه سودة فأما الذين أسودت وجوههم طب أنا دلوقتي يا فرحة واحد أصلاً خلقته سودة هتبقى يضي وجوه وتسود وجوه ليه أنت تقول عغير بجلده يعني أنا أسود أنا أسود ليه اللوني أنا اللي أنت خلقني به بتعيرني به بتعيرني به هو ده اللون الوحش بيتعتبرون يا أسود لا يعني ده الكفرة ده الكفر ده اللون الكفر اللي هقول ده اللي جوهنم اه ده اللي هتسود الوجوه هو ده اللون تبقى أنا لوني أسود ليه أنت خلق اللون ده اللي فيه الناس اللي هتسود فيروح مدخلهم جوهنم واحد أسود دي يسمع الآية دي يفكر يحس إنه هو متطهد حتى يعني فيه التعبير نفسه إيه السود دوله هم بطوع جوهنم اه يا البيض هما اللي هيبقوا اه ملونين حتى في الأفلام المصرية الإسلامية يعني الأفلام اللي بطلعوها أول ما الواحد يسلم يجبوه بقى أبيض وحليق ودأنه حلوة كده ولبس الكوفية البتاع على رأسه بيضة ولبس الجلابية بيضة ولبس الجلابية بيضة ولبس الجلابية بيضة وهم ممكنوش بيلبسوا كده أصلا زمان أنت عارفة يا فرحة لما لو حد قال لي محمد يا أسود يروح قتله يقتله طابعا يعني شوفي كانت شتيمة أصلا اه ممنوع أن كان حدي يقول لي محمد يا أسود طب أنت ويفرد أنت لونك يا أسود وقال لك يا أسود يعني هو هل أنت أبيض وهيقول لك يا أسود آآ لأنه حاسين أن دي مزمة آآ شوفي كان اللي يقول له يا أسود يقتله من قال يا أسود يقتل على طول على طول من قال لمحمد يا أسود يقتل على طول آآ في آآ خلينا نشوف في سورة الزمر الآية 60 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على وجوههم مسودة على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل المتكبرين يعني بيعتبروا اللي كذبوا على الله وجوههم مسودة برضو يعني ماسك في اللون الأسود وقاعد يبقى هو فعلا بيقصدها بيقصدها ضد اللون الأسود ضد اللون إيه هو كده ضد اللون الأسود بيعتبر بيحتقر اللون الأسود آآ حتى في الثقافة العربية يعني يومك أسود مثلا يقول لك يومك أسود طب ما يوم أسود إيه عادي ما الليل بيجي أسود عادي يعني دي من عجائب ربنا الجميلة يعني ما الشعر بيبقى أسود إيه المشكلة ما دي خلقة ربنا ما الجلد بيبقى أسود لكن هو عنده عنصرية 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 ضد السود آآ يعني يفرق يا أسود اللون كده ما آآ زي الأفلام بتاع يا أسود اللون فهنا يقول لك اللي بيكذب على الله يتحاول تتحاول وشه يبقى لون وقسه آآ يبقى ده اللون الوحش إيه ده اللون الوحش بالنسبة لله اللي ما بيكذبش على الله إقلب أبيض آآ حاجة غريبة جدا خلينا كمان نشوف مثلا يقول لك اسمعه وقاطيعه إن استعمل حبشي كأنه رأسه كان ذبيبة وطبعا ده في البخاري يعني بيقول لك إن انت حتى لو اللي هي يعني اللي أمك أو يكون رئيسك أو يعني معلش يعني عديها كده ولو كان اسود ولو كان اسود حبشي رأسه زبيبة رأسه زبيبة اللون الاسود طب إيه يعني لو كان يعني لو كان إن شاء الله يعني معلش يعني أوحش حاجة دي بالنسبة له آآ أوحش حاجة اللون ده وحبشي يعني طبعا الأحبش هم اللون هم اسود يعني زي السودانيين زي كده ده اللون بتاعهم صح كل الشعب يعني صح قولك حبشي كأنه رأسه زبيبة في شرح النوع على مسلم كتاب المساقى باب ما نستسلف شيئا اللي يسترف شيء فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء شوفين اللي جاية دي باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلة فالحديث بيقول حدثنا يحيا بن يحيا التميمي وابن رمح قال أخبرنا اللي يسو وحدثني قتاب ابن سعيد وعن جابر عن أبي الزبير عن جابر ماشي يقول إيه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة عبد راح للنبي يقول له أنا إيه أنا معاك مسلم معاك أنا عايزة هاجر معاك ولم يشعر إنه عبد فجاء سيده الرسول لم يشعر إنه عبد فجاء سيده يريده هاته العبد اللي عندي آه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعنيه بيعقولي فاشتراه بعبدين أسودين شوفيه رخيص يعني إيه يعني العملة عملة العبد التاني العبدين بواحد من التاني إداله عبدين أسودين ويذكر أسودين آه تم عبدين وخلاص مثلا لازم الأسود يعني يعني أرخص آه آه فاشتراه بعبدين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى كذا لكن تعالي هنا خلينا باب جواز بيع الحيوان بالحيوان يعني العبيد زي الحيوانات العبيد زي الحيوانات البدل حيوان بحيوان بقرة 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 حمار بحمار العبيد بيعتبر يا فرحة ما هذا من ضمن العنصرية ده ملك يميني ده كأني عندي بيهيمة بيبيع ويشتري فيه أبيعها أسلفها أهديها ده ملك يميني الرسول كان بيبيع ويشتري في البيع بيشتري بيتاجر في العبيد بيتاجر فيهم بيقرع ده كده يودي ده هنا يودي ده هنا حتى كانوا بيقرع وعملنا حلقة على كده ويقرع يعني يناموا مع بعض يعني يجيبوا ممكن واحدة يناموا كلهم مع بعض يتبدلوا عليه الجارية المشتركة الجارية المشتركة أو واحد يبحها والتانية ياخدها في حديث علي بن أبي طالب لما جولوا تلاتة جولوا ناسه قالوا له احنا بنتخصم في طف في عمل قرعة فبيقول في الشرح كده إنها جايز إنها في طهر واحد واحد اشتراها فنام معاها فأنبيحها في نفس الطهر لواحد تاني فنام معاها فكده كده وبعدين كانوا ايه بيبيعوا من كتر الإهانة للمرأة إنه ياخدوا يبيع الأمهات ياخدوا كأنها فراخ بطوز يبيعوا الأمهات ويسيبوا الأطفال فعندهم عنصرية جمدة جدا من ناحية العبيد والسود والعبيد وكده وكمان يا فرحة النقطة من ناحية البيض والسود إنه وعد المسلمين بحريات الحريات إيه بإضاء بالظبط طب أنا واحد اسود يعني أنا كإنسان اسود ربنا خلقني اسود شايف نفس طول حياتي اسود وأمي اسودة وعلى فكرة أنا شخصيا اتكلمت مع واحد اسودة في الموضوع قال لي إحنا كاسود ما نقدرش نتجوز البيض يعني أنا طول حياتي شايف لوني وأمي وأختي فأريد نفس اللون زي ما إحنا كده لوننا مش اسود نحن أريد نفس اللون متعودين عن اللون ده فإزاي ربنا يوايد واحد اسود بحرية بيضة بحرية بيضة هو مش حابب باللون ده أصلا ده إنتى عرفها ما هيحاب بقولوا غذر عنك في السودان يا فرحة لما ي pequeغلوا معيروا أحد يقول ولله يا بيض يا حالبي يعني نسبة لهم الأبيض مش لون هلو فأنت كإله تفضل اللون الابيض على الأسود وهتديهم حريات بيضة طيب والسود ما بيحبوش الحاجات احنا تكلمنا دلوقتي على السود ايوه السود والبيض الله عنده عنصري عنصري معين المفروض هو اللي خليقهم هو اللي عامل جلدهم كده ايوه مش هما اللي عامل نفسهم كده طيب مش عامل عنده عنصرية بين الرجل والمرأة طبعا الرجل احسن من المرأة في ايه مع القوامة القوامة للرجل بما ينفق طب هو الست الممكن تنفق هو قال كده في القرآن بس القوامة للرجل عشان بينفق بيعتبر ان الست ما بتشتغلش هو في القوامة وفي ايه كان مراس شهادة الستة قال دايما يقول الستات هم اللي ما قالين جوهنم واما 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 نقصات العقل والدين طيب دول هنقصات عقل الدين الشهادة بتاعتهم شهادة العنصرية حتى في الشهادة بتاعتهم يعني انتو عبارة عن ايه الستات نقصات وايه في الحدود الحدود للراجل لكن الستة لا في المعاملات لان انا لا قصق في الشهادة بتاعتها شهادتها لا تأخذ شهادة المرأة في الحدود بالزبط لا قصق في شهادة المرأة في الحدود وكمان في المراس تاخد نص الراجل ليه بالزبط ليه تاخد نص الراجل ولو راجل ما عندوش ولاد العيلة تدخل مع البنات تورس طب ليه؟ يبقى فيها عنصرية برضو في الموضوع ده؟ ضد المرأة المرأة بالنسبة لالله يعني يقول لك ايه ألكم الزكر ولهو الأنثة الله طب يتبعلك بالأنتة لأنه مضيقك منها الأنثة يعني هي دي اللي مضيقك يعني الله الله أكبر نفسه زعلان قوي من ان هم بياخدوا الزكر ويدون الأنثة يقول لك كتلك تنقسمة ضيزة ضيزة ايه؟ يعني غير عادلة طب ضيزة ايه لا يعني ليه لأنه شايف الأنثة انها دي قسمة أقل من البقرة أيها غير عادلة يعني انت عايز نقسم مع بعض كويس ايه الزكر والأنثة الزي فقول لك ألكم الزكر ولهو الأنثة يعني هي دي اللي انت مضيقك بس طب والحر والعرض وكمان سواني استاني في الإناس يقول لك إن الذين يدعونا من دون الله يعني سوري ها مش قدامي دلوقتي إن يعني المشركين أو اللي بيدعو من دون الله بيقولوا إن الملائكة إيناس برضو برضو يعني بيقول لك إن الملائكة إيناس لا اللي يقول إن الملائكة إيناس دول المشركين وشعفين طيب والعنصرية في القصاص يا مارين ده ما بقى موضوع تاني يبقى إحنا كلمنا على السود والبيت والراجل والمرأة باختصار لأن ده ما وضع كبير بعد كده إيه المرأة والراجل بتقولي القصاص أو القصاص دية المرأة نصف دية الراجل صح مع إن دي نفس ودي نفس دية المرأة نصف دية الراجل مش دول نفس وبعدين يقول لك إيه الحر بالحر والعبد والعبد والأنصر يعني لا حتى الراجل بالرجل والست بالست والعبد بال فنفس القصاص مش متساوي مع كل دولة مع بعديهم بالنسبة للمرأة والعبد والراجل مش متساويين في القصاص مش بيعتبرهم زي بعض عنده عنصرية هو عنده عنصرية عرفة ليه عنده عنصرية لأنه مش هو اللي خلال طبعا لو هو لخلقهم مارينة ما كانش قال كده أيها احنا عندنا الكتاب يقول ليه ليس عبد ولا حر ولا حر ولا رجل ولا امرأة كل زباد الكل المسيح لما فدنا فدى كل فدى الجميع ست زي الراجل رجع قال له هذه عظم من نظامي ولحم من لحمي معينا نظيرا المرأة معينا نظير آدم بالضبط ما شفناش في الكتاب المقدس بيقول أن الأسود يتعامل إزاي شوفي في الكتاب المقدس عمل إيه لما إدى وصايا موسى في السبت قال له إيه قال له تريح كل البيت يرتاح حتى البهيمة حتى العبد اللي عندك أو الخدام والبيهيمة ترتاح كمان الخدام زي ما أنت حترتاح الخدام برضو يرتاح والبيهيمة كمان والأرض والأرض بتاعتك ترتاح السنة السبعة ترتاح كله لأنه هتم بالخلقته كلها عايز الكل يرتاح يبقى فترة ده يبقى اسمه يوم الرب في الكتاب المقدس لا والرحمة كمان حتى بالحيوانات أنت ما ترهقهاش مش عشان حيوان مش قادر يتكلم ترهقه ده الإله اللي فعلا خالق لكن الإسلام ما فيش حاجة اسمعها أسنان المشتوك لا لا أسنان مين وفيه الأسنان خالص أنا كنت حافظها وأنا صغيرة يا مارينا على أن الناس ربنا خلقهم سوياء وكلهم كأسنان المؤمن المؤمن مش عارفة إيه ده النبي نفسه ما عدلش يا مارينا كان فيه عنصرية ضد ناس تانين يعني عنصرية ضد مراته مراتته بيقوله مراتته النسائك ينشدرنك العدل ليه بقى لأنه عنصري تجاه الناس معينة وبعدين قال له أنا دي أحب الناس قال لا تؤذوني فيها عائشة فإننا وليه ما يجيش في أمراه وليه ما يجيش في سوب جبريل بيحب أم سلمة في سوب لا جبريل يعني بيحب عائشة برده ليه حاجة تانية جبريل حبي عائشة طبعا أعمل عنصرية مع بنته وبقيت ستاك صح عنصري عنصري في الحج مارينة في العنصرية الراجل يبقى لابس معينه الستة تتكلفت وتتعمل الراجل يبشي من غير ملابس دخلية أصلا آه فيعني كل حاجة فيه تفريقة 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 لكن العالم قوانين العالم ما فيهش عنصرية العالم اللي هو بيقولوا عليها العلمانية هو إيه الإنسان ما فرقش آه الطف يدونه كرامة أكتر الطف صح الأسود الأسود يه كرامة أكتر في البلاد يا فرحة هيشغل أطفال في الجنة والدان مخلدون على رأيك يعني لازم نهتم بقى شكلنا يعني آه اختم انتي بقى احنا النهاردة شفنا إزاي الله عنصري أولا ضد البيض والسوق ضد الرجل والمرأة يعني مع الرجل والمرأة عنصري مع العبد والحر في القصاص والحقيقة الموضوع ده طويل جدا العنصرية في الإسلام ده يعني موضوع يطول شرحه فإحنا بس خدنا لك نقطة كده عشان تحط إن الإسلام دين عنصري تحت إيه؟ تحت المجهر وتفكر في كلام اللي إحنا بنقوله ونلتقي بكم في حلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة